هنقدر نتكلم فيه فانتخيل حضرتك مضغوط في عشر ماتشاط ومع ذلك بتلعب لان مجلس ادارة النادي الاهلي ولجنة التخطيط ادوا كلمة قالك احنا هنلعب اه اجلونا وحنلعب ما عندناش مشكلة وبالتالي الالتزام بالكلمة هو شعار مجلس ادارة النادي الاهلي وادارة الكرة في النادي الاهلي فاخدوا بالحضراتكم احنا هنفضل نموت نفسنا وحنفضل كلاعبين يعني هيفضلوا نموتوا نفسهم وحيفضلوا مصرين على ان الدوري ده 43 ان شاء الله يكون عندنا ان شاء الله حيكون عندنا احساس انا عندي احساس بكده وثقة ليه من ثقة كل الاهلوية كل ما انا ببقى هنا 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 اللي الناس كلها تقول لي ايه كابتن الاسلام ان شاء الله الدوري عندنا ان شاء الله الدوري عندنا طب اما الايه اما الايه شوية الكلام اللي بيتقال وشوية الحواديث اللي بتتعمل والناس اللي بتطلع تتكلم وتقول محدش يهز ثقتك في فرقتك أبدا أنت عندك فريق في خلال سنة في خلال سنة أقول لحضراتكم جاب إيه ولا نشوف أخطاء التحكيم الأول زي ما أنتوا عايزين هقول لحضراتكم فريقنا النادي الأهلي حصل على إيه من السنة اللي فاتت أو خلال عام فات لغاية دلوقتي النادي الأهلي في أغسطس 2021 عام الإيه في أغسطس 2020 الأهلي حسم لقب الدوري العام المصري رقم 42 قبل نهايته طبعا كذا أسبوع طيب نوفمبر 2020 أنا بتكلم عن نوفمبر 2020 يحقق لقبه الإفريقي التاسع بالفوز على نادي الزمالك بقى القضية الكلمة الشهيرة اللي كل جمهورنا الأهلي بيحبها القضية ممكن في 2020 نوفمبر 2020 طيب طيب ديسمبر 2020 النادي الأهلي بيحقق لقبه رقم 37 لكأس مصر 37 لكأس مصر ده القضية أمام حضراتكم فالنادي الأهلي في 2020 في ديسمبر 2020 بيحقق للقب رقم 37 لكأس مصر طيب النادي الأهلي يخلى جمهوره يستريح يناير بس يناير بس وبعدين جفه براير 2021 عمل إيه العيبين اللي أمام حضراتكم دول عملوا إيه حققوا برونزية كأس العالم للمرة التانية في تاريخ النادي الأهلي برونزية كأس العالم في فبراير ريحوا مارس وإبريل أنا ما كانش فيه بطلاط في مارس وإبريل جف في مايو النادي الأهلي يحقق لقب السوبر الإفريقي السابع أنا أسف العاشر السوبر الإفريقي السابع معلش الأرقام دخلت في بعض في مايو 2021 النادي الأهلي بيحقق لقب السوبر الإفريقي السابع مش الأول السابع طيب في يوليو 2021 النادي الأهلي يحقق لقبه الإفريقي العاشر دوري أبطال إفريقيا رقم عشرة إن شاء الله نبحث عن الحداشر خلال الفترة اللي جاي فتخيل حضرتك إنت في أغسطس ونوفمبر وفي ديسمبر وفي فبراير وفي مايو وفي يوليو حضرتك بتاخد بطولات كل البطولات اللي إنت خدتها خلال هذا الموسم كلها كلها واضحة وصريحة للكل ست بطولات في سنة ميلادية كاملة من أغسطس السنة اللي فاتت لأغسطس السنة دي تلاتة قرية واثنين محلية وبرونزة علامة يعني عندنا كوكتيل فحضرتك تقول زي ما أنت عايز والله ما ببصلك صدقني والله العظيم تلاتة ما ببصلك ولا عرف أنت بتعمل إيه ولا يفرق معايا أنت بتقول إيه مهما تقول أنا عندي جمهور وقف في ظهري وعرف كويس جدا أن أنا خدت ست بطولات خليتني أبقى الأول في التصنيف وهتكلم عن الموضوع ده بعد شوية الأول في التصنيف في أفريقيا